مشاهدنا الكرام لمعيد جديد ومتجدد من حديث الصحافة وأبرز ما تضمنته الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلها بجريدة المساء التي عنونت في صدر صفحتها النهج القويم لجزائر اليوم سيمكنها من تجاوز كل العقبات أكدت أن السياق الدولي الحالي لا يرحم الضعفاء افتتاحية الجيش حيث أكدت أن النهج القويم الذي تسير وفقه جزائر اليوم وأساسه الإصلاحات العميقة التي باشرها رئيس الجمهورية ببناء دولة المؤسسات وبعث ديناميكية اقتصادية حقيقية والعودة القوية للديبلوماسية الجزائرية سيمكن الجزائر من تجاوز كل العقبات ورفع التحديات وأشارت الافتتاحية إلى أن الجزائر تمكنت من بناء دولة مؤسسات بفعل الإصلاحات العميقة التي مست كل المؤسسات الدستورية وذكرت الافتتاحية المجلة بما أكده سابقا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنغريحة بأن السياق الدولي الحالي لا يرحم الضعفاء ومكانة بلادنا الإقليمية والدولية باعتبارها دولة محورية بامتياز وموقعها الاستراتيجي الحيوي علاوة على الظروف الصعبة التي تشهدها منطقتنا الإقليمية هي كلها عوامل تتطلب من أكثر من أي وقت مضى مواصلة العمل الحثيث لبناء جيش عصري محترف يتحلى بكفاءة عالية وعزيمة صلبة وعقيدة عسكرية واضحة المعالم مستلهمة من قيمنا الثابتة ومقوماتنا الوطنية العارقة متكيفة مع التطورات الراهنة إقليميا ودوليا إلى مقال آخر وعلى جريدة أخبار اليوم نقرأ في هذا المقال هذا جديد ملف السيارات الوزير الأول نعمل على إيجاد حلول جذرية لملف الاستراد وذكر الوزير الأول حسب ما جاء في هذا المقال أن التوجه نحو تصنيع السيارات يرتكز أساسا على تشجيع المصنعين الدوليين للمركبات على الاستثمار في بلادنا من خلال المزايا الجديدة والتحفيزية التي كرسها القانون الجديد للاستثمار والذي من شأنه جذب علامات دولية رائدة في مجال إنتاج السيارات وفي مقابل المزايا العديدة التي سيستفيد منها المصنعون الأجانب فإن الحكومة يضيف المقال ستحرص على اعتماد الرفع الملموس من نسبة الإدماج المحلي في السيارات المصنعة بالجزائر كشرط أساسي على المصنعين الأجانب وذكر الوزير الأول بهذا الخصوص مفاوضات جد متقدمة قد تمت مباشرتها مع مصنعين عالميين للسيارات الذين أبدوا رغبة ملحة في الاستثمار في بلادنا لبناء صناعة حقيقية للسيارات إلى أخبار الوطن الذي جاء في هذا المقال رئيسة الوزراء الفرنسية تحل بالجزائر اليوم حيث تحل رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابات بورن بالجزائر اليوم الأحد في زيارة عمل تدوم يومين يرافقها وفد كبير يضم ما لا يقل عن 16 وزيرا وعدة رجال أعمال بهدف تثبيت الشراكة التي اتفق عليها الرئيسان عبد المجيد تبون والفرنسي إمانويل ماكرون شهر أوت الماضي وبالنسبة لبرنامج زيارتها يقول المقال ستضع رئيسة الحكومة الفرنسية إكليلا من الظهور بمقام الشهيد قبل التوجه إلى مقبرة سنتوجان في الجزائر العاصمة ثم تزور إليزابات المدرسة الثانوية الفرنسية أليكسندر دوما قبل أن تلتقي ممثلين للجالية الفرنسية والمجتمع المدني وتلتقي بورن عقب ذلك نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن قبل أن يفتتح الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة رفعة المستوى إلى جريدة الوسط التي عنونت عدد الإصابات بمراض السرطان ارتفعت خمس مرات أصناف جديدة منه تظهر سنويا حيث كشف رئيس الجمعية الوطنية الجزائرية لمكافحة أمراض السرطان البروفيسور كمال بوزيد في تصريح صحفي أن نسبة السرطان ارتفعت بخمس مرات مقارنة مع سنوات التسعينيات حيث أن منح انتشار السرطان في الجزائر في تزايد رهيب بحيث يتم تسجيل خمسة وخمسون ألف حالة جديدة كل سنة مقارنة بعشرة ألاف في السنوات الأخيرة أو سنوات التسعينات وعن الأسباب الرئيسية لانتشار السرطان في الجزائر أكد بوزيد أنها تعود إلى الإدمان على التبغي والكحول والتغيير في النمط الغذائي بالتخلي عن أساسيات المطبخ الجزائري المنتبه إلى مطبخ البحر الأبيض المتوسط والمعروف بتوازنه وأكلاته الصحية التي تكون الواقع الصحي لأمراض السرطان إلى جريدة المشوار السياسي التي عنوانت هي الأخرى حوادث المفرقعات حاضرة في احتفالات المولد النبوي الحماية المدنية تسجل أربعة ألاف وثلاثمائة وخمسون تدخلا خلال ثمانية وأربعون ساعة وفيما يخص تدخلات الحماية المدنية المتعلقة بالاحتفال بمولد النبوي الشريف فيما يخص استعمال المفرقعات بولاية الجزائر تم تسجيل تسعة حرائق منها حرقين بمحلات تجارية وثلاثة حرائق لشقق وأربعة حرائق أعشاب يابسة كما تم تسجيل إصابة إمرأة بجروح على مستوى الأذن تم التكفل بها في عين المكان وتحويلها إلى مستشفى باينام وبولاية عنابة تم تسجيل إصابة طفل على مستوى العين تم نقله إلى المستشفى المحلي من قبل الإسعاف إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهار أونلاين رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء حيث يترأس اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء ومن المنتظر أن يخصص هذا الاجتماع الاستثنائي لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 إلى مقال آخر وعلى موقع النهار أونلاين أيضا نقرأ اهتمام هندي باستراد الغاز الجزائري حيث كشفت وسائل إعلام هندية عن رغبة نيو ديلهي في إبرام صفقة توريد الغاز الجزائري المميع إلى الهند من خلال عقود طاولة الأجل بالنظر إلى المخاوف الكبيرة التي تسود السوق العالمي في ظل التطورات التي تشهدها الحرب الروسية الأوكرانية وكذا رغبة الهند في تنويع مصادرها من الطاقة وحسب صحيفة مينت الهندية نقلا عن مسؤول في الشركة الحكومية الهندية فإن المحادثات مع الجزائر وأنغولا جارية بشأن عقود طاولة الأجل لالغاز الطبيعي المسال إضافة إلى النفط الخام خاصة وأن السوق العالمي للمحروقات يشهد منذ أكثر من سنة تقلبات كبيرة إلى موقع الخبر الذي عنونا تمديد أجال عملية الإحصاء العام السادس للسكان حيث كشف تم تمديد أجال عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان إلى غاية السادس عشر أكتوبر الجاري حسب ما أعلنته وزارة الرقمنة والإحصائيات مساء يوم السبت وتجدر الإشارة إلى أن عملية الإحصاء للسكان والسكن لسنة 2022 كانت مبرمجة خلال فترة 25 سبتمبر إلى غاية التاسع من أكتوبر والتي تم التخصيص لها ميزانية تقارب خمسة مليار دينار جزائري يتضمن بشكل خاص مجمل التكاليف اللوجستية والنقل وتكلفة تكوين المكونين والدفع للأعوان المكلفين بالأحصاء إلى موقع الإذاعة الوطنية التي عنوانت الصالون الدولي السادس عشر للبصريات والنظارات من العاشر إلى الثاني عشر من نوفمبر بالجزائر العاصمة حيث ستقام الطبع السادس عشر للصالون الدولي للبصريات والنظارات من العاشر إلى الثاني عشر من نوفمبر المقبل بالجزائر العاصمة حسب ما جاء في بيان السبت لمنظمي هذه التظاهرة وأوضح ذات البيان أن هذه الطبعة ستقام تحت رعاية وزارتي الصناعة الصيدلانية والصحة تمثل ملتقى للمبادلات تتلاقى خلاله الصحة والتقنية والفعالية والموضة وأضاف المصدر ذاته أن هذا الصلون الذي سيسمح بإعطاء نظرة حول ما ينتج في الجزائر في مجال البصريات وكذا الابتكارات ويشكل أيضا من خلال هذه اللقاءات بالمهنيين الوطنيين والأجانب فضاء لتبادل التجارب والخبرات حول مختلف العروض إلى المواقع الإلكترونية العالمية والبداية بموقع الانديبندنت عربية التي عنونت استئناف حركة العبور على طريق القرم بعد تفجير الجسر حيث وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية للجسر بجانب مرافق البنية التحتية التي تزود شبه الجزيرة بالكهرباء والغاز الطبيعي كما أمر بتشكيل لجنة للتحقيق بعدما ألحق انفجار شاحن قوي السبت ضرارا جسيمة بجسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم ويضم طريقا بريا ومصارا للقطارات وبعد الانفجار على الجسر الذي يعبر فوق مضيق كيريتش الذي لم تحمل روسيا حتى الآن أي جهة المسؤولية عنه وعلى الرغم من الضرار الذي لحق بالجسر استأنفت حركة مرور السيارات بشكل محدود بعد نحو عشر ساعات من الانفجار وسمحت وزارة النقل باستئناف حركة السككي الحديدية بعد ذلك بوقت قصير إلى موقع الميادين الذي عنون مقتل جندية للاحتلال الإسرائيلي وإصابة عسكريين في عملية إطلاق نار في القدس المحتلة حيث أكدت وسائل إعلام للاحتلال الإسرائيلي أمس السبت مقتل جنديا للاحتلال وإصابة عسكريين في عملية إطلاق النار في شعفات في القدس المحتلة وفي التفاصيل دهمت سيارة مسرعة حاجز مخيم شعفات وجرى إطلاق النار منها صوب الجنود المتمركزين في المكان الأمر الذي أصفر عن وقوع إصابتين ومقتل الجندية وتمكنت السيارة من الإبتعاد عن مكان العملية بينما شرعت قوة الاحتلال في مطاردتها والبحث عن المنفذين ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية أن هناك مخاوف أمنية من قيام منفذ عملية إطلاق النار بتنفيذ عمليات أخرى في القدس وذكرت الشرطة أنها قررت إعلان حالة أهب قصوى في المدينة المحتلة إلى موقع روسيا اليوم الذي عنون الاحتلال الإسرائيلي يعلن عزمه عن تشغيل حق الكاريش تجريبياً الأحد حيث أفادت وسائل إعلام عبرية بأن المؤسسة الأمنية للإحتلال الإسرائيلي صرحت لشركة التنقيب عن الغاز إنرجان الإسرائيلي حيث صرحت لشركة التنقيب الغاز إنرجان باستعمال المرحلة الأخيرة من عملية الفحص في حق الكاريش تمهيداً لبدء استخراج الغاز وقالت قناة التلفزة التابعة للإحتلال الإسرائيلي 12 أنه سيتم خلال مرحلة الفحص الأخيرة ضخو الغاز من حق الكاريش للشاطئ والتي أرجعت لاعتبارات لوجستية لشركة إنرجان الفرنسية وذكر مسؤول إسرائيلي مطلع أن بدء استخراج الغاز من حق الكاريش كان مقرراً قبل شهر إلى أن صعوبات لوجستية منعتنا من ذلك وذلك غير متعلق بالأمن أو المفاوضات حول ترصيم الحدود البحرية مع لبنان حسب ما نقلت كان 11 إلى موقع سكاينيوز عربية هجمات صاروخية على قوات أمريكية في سوريا ولا إصابات حيث أعلن المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية سينيت كونف فجر الأحد أن القوات الأمريكية المتمركزة في منطقة أرميلان شمال شرق سوريا تعرضت لهجمات بصواريخ من عيار 107 مليمتر أضف الكولونال جو بوشينو أن صاروخاً واحداً فقط أساب مجمع القيادة فيما سقطت الصواريخ الأخرى على مقربة منه مشيراً إلى أن الهجمات لم تسفر على إصابات بشرية ولم يكشف بوشينو مصدر الاعتداء مكتفياً بالقول أن سينيت كونف ستحقق في الحادث إلى موقع السينان عربية حيث في الوضع الإيراني حجب الأنترنت في إيران وسط عمليات قتل جديدة على يد الشرطة حيث قالت خدمة لمراقبة الاتصالات بالأنترنت السبت أن إيران قطعت الأنترنت بإقليم كردستان في محاولة لكبح حركة احتجاجات متنامية وسط تقارير عن عملية قتل جديدة وقالت نت بلوك في تغريدة تظهر بيانات الشبكة الحية أن الأنترنت انقطع في صندق بإقليم كردستان إيران وسط تقارير عن عملية قتل جديدة خلال الاحتجاجات على مقتل مهسى أميني منذ بدء الاحتجاجات الشهر الماضي وقالت نت بلوك إنها سجلت أشد انقطاعات للإنترنت منذ عام 2019 عندما أوقفت السلطات الإيرانية شبكت الأنترنت أيضا وسط احتجاجات مناهضة للحكومة حيث كفح مجتمع الدولي لتتبع الحملة التي أعقبت ذلك وأطلقت قوات الأمن الإيرانية النار على المتظاهرين واستخدمت الغاز المسيل للدموع في احتجاجات جديدة ظهرت يوم السبت بحسب منظمة هنقاو الإيرانية لحقوق الإنسان بهذا الخبر مشاهدنا الكرام نصل إلى نهاية موعدنا لحديث الصحافة لنهاري اليوم شكرا على المتابعة السلام عليكم شكرا على المتابعة